في تدريب كابتن ديدي في الفيديو ده هنتكلم عن اساسيات التطبيق اول حاجة ازاي استقبل طلبات المشاوير من ديدي عشان يوصل لحضرتك مشاوير لازم تكون متصل بالانترنت وبعدها هتدوس على زرار ابدأ بمجرد ما تدوس على زرار ابدأ كده انت جاهز لتلقي المشاوير طب حضرتك خلصت اليوم وماحتاج تروح عايز تقفل التطبيق هتعمل ايه عشان تقفل التطبيق هتحتاج تدخل لقائمة الرئيسية وتدوس على وضع عدم اتصال كده التطبيق تقفل ومش هيجي مشاوير ازاي احدد الوجهة حضرتك تقدر تحدد الوجهة اللي انت عايزها بمجرد ما تدوس على القائمة الرئيسية الانتقال الى الصفحة الرئيسية بعدها هتكتب المكان اللي انت عايز تروحه وتقدر تستخدم الميزة دي تلات مرات في اليوم ومجرد ما تكتب العنوان كده الوجهة تحددك ومجرد ما توصل للوجهة لازم تشيلها عشان يجي لك مشاوير تاني امتى تقوم باجراء اختبار ذاتي لما حضرتك تلاقي انك مش بيجي لك مشاوير ومش عارف ايه السبب تقدر تعمل اختبار ذاتي عن طريق تدوس على زرارك قائمة اختبار تلقي الطلبات هتعمل مسح سريع وهتقول لك اين مشكلة اللي مخليه مفيش مشاوير بتجي لك وبالتالي هتقدر تعالج المشكلة دي وتتلقى مشاوير عادي طالت حاجة ازاي اقبل الرحلة واكملها الرحلة بتجي لك بيكون قدامك 12 ثانية عشان تقبلها ومجرد ما تقبلها هتضغط على التنكل عشان تفعل الخريطة وبعد ما توصل لمكان العميل هتسحب شريط وصلت لموقع الراجل من اليمين للشمال تقدر طبعا تتصل بالعميل او تبعاته رسالة بمجرد ما تدوس على رمز السماعة والرسالة بعد ما يركب العميل هتسحب الشريط من اليمين للشمال عشان تبدأ الرحلة بعد ما توصل للوجهة هتسحب الشريط من اليمين للشمال لانهاء الرحلة وبعدها تقدر تقيم العميل ازاي يقدر الغي الرحلة حضرتك بعد ما قبلت الرحلة ووصلت للعميل فالعميل مثلا تأخر اكتر من خمس دقائق فحتاجت انك تلغي الرحلة هتدوس على التلات شرط دول وتختار الغي الرحلة وهتختار السبب اللي عايز عشانه تلغي الرحلة وبعدين تأكيد طبعا في حالة ان العميل اتأخر اكتر من خمس دقائق وانت لغيت الرحلة فالفلوس بتنزلك مجموعة ادوات السلامة بمجرد ما تدوس على رمز الدرع هيظهر لك مجموعة من ادوات السلامة اول حاجة اتصل بالشرطة اتصل بالشرطة لو حصل مشكلة كبيرة وتستدعي ان حضرتك تتصل بالشرطة فبمجرد ما تدوس على اتصل بالشرطة هيوصلك بالرقم وتقدر تكلمه وتقوله المشكلة ثاني حاجة مشاركة المشوار لو مثلا ركب مع حضرتك عميل انت الان منه او مثلا رايح مكان انت او مرة تروحه او خايف منه تقدر تشارك المشوار ده مع اي حد انت تتصق فيه بحيث ان هو يكون عارف مكانك الخط الساخن في دي دي الخط الساخن تقدر تكلمه في اي وقت انت محتاج فيه دع لو حصل مشكلة بس مش مستدعية ان حضرتك تتصل بالشرطة فتقدر تكلم الخط الساخن وهم هيحلوها لك اخر حاجة جهات الاتصال الموصوب بها هنا تقدر تضيف ارقام ناس انت تتصق فيهم بحيث لو حصل اي مشكلة واحتاجت انك تكلمهم تقدر بمجرد ما تدوس عليها تختار الرقم اللي انت كنت حطه وتكلمه على طول وتقدر تضيف خمس ارقام تاني حاجة ازاي تعرف الدخل بتاعك عشان تعرف الدخل بتاعك هتدوس على زرار الدخل وهينقلك لقائمة فيها تفاصيل عن الدخل كله الربح الاسبوعي والربح اليومي وعروض الارباح ازاي اوضيف الحساب البنكي اول حاجة بندوس علي رمز الدخل هندخل على قائمة وهندوس على الحساب البنكي وهنا هيطلب مننا معلومات نضافة اول حاجة اسم صاحب الحساب ولازم الاسم يكون متطابق مع الاسم اللي في البنك تاني حاجة ورقم الحساب رقم الحساب مقصود به هنا ده بيبقى مكون من حروف وارقام طب انا ازاي اعرف السوفت كود والايبان بتوي حضرتك بتكلم البنك تطلب منه السوفت كود والايبان ويددوه لك في الاخر تاريخ الميلاد والعنوان بمجرد ما تملى البيانات دي بتدوس على كلمة ارسال بعد ما تدوس على ارسال هياخد 3 ايام عمل للتحقق من البيانات هل دي دي تقدر تسحب فلوس من الحساب طبعا لا هيبقى عبارة عن كل يوم 3 من الاسبوع هينزل لحضرتك الدخل بتاعك ازاي اقدر اتواصل مع الدعم تقدر تتواصل مع الدعم من خلال تدخل على ملف الصورة الشخصية مركز المساعدة وهتحدد الرحلة اللي عايز تستفسر عنها وتحدد الموضوع اللي هتستفسر عنه ولو المشكلة لسه ما تحلتش هتدوس على لم يتم حل المشكلة وهتكتب المشكلة بالتبصيل وتبعتها وفي خلال 24 ساعة هيكون الرد وسط وتقدر كمان تتأكد من الرد لو دخلت على مركز الخدمة شكرا لكونك كابتن ديدي اشتركوا في القناة